وترأس محافظ صلاح الدين اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشاريع قانون الدعم الطاري للأمن الغذائي والتنمية ومناقشة رجنة الإحالات بحضور مدري الأقسام المعنية في ديوان المحافظة تمت مناقشة مستلزمات إنجاز المشاريع التي تم إدراجها ضمن موازنة الأمن الغذائية وفق المواصفات الفنية المطلوبة كما ناقش الهلوب المشاريع المدرجة ضمن الموازنة والتي وصلت للمعالجات المقترحة موجهاً لإنجازها على وجه السرعة اشتركوا في القناة